فيئة فيئة انا اسم اه فيئة فيئة محمد حمي المسكندرية اهلا بيك استفاق اهلا بيك اتفضل ايوة دكتور كل اللي حاضرتك بتقول ودلوقتي علي انا قلت وقت اخد مستكنات عشان ظهر او مفاصل وغلقت وبعدين وكت اروحت الدكتور عشان كت اقوم الاقي الكلة دي تعباني جدا الكلوتي الاتنين وحللت الكلة قال لي عندك شت حصة وفي واحدة ملتهبة جامد وكده لكن ظهري بيوجعني عملت اه اه اشاعة اه مخطعية على ظهري اللي برانين طالعا عندي فقرة اه فقرة مش موجودة اه او متكلة وانظرتي مش قادر اعود ولا قادر اقف وباخد مستكنات وتعباني جدا لدكتور حاجة فيئة عندك سكر عندك سكر عندك سكر ومن زمان تمام وزنك زيادة وزني زيادة وزني زيادة بتاخدي ادوية للضغط اه لا عندي بس سكر بس طيب بتاخدي ادوية مدرة للبول يعني جسمك بيورم كان بيورم وكان دكتور اعطاني ادوية برضو لإضرار البول وحاسبت ان انا ان انا يعني ارقتي شوية انا باخد عليك كتير اوى دكتور وحضرتك طيب حاولتي تنقصي وزنك لا الحمد لله نقص حلو ايوى دكتور وزنك حاولتي تنقصي اه بينقص يا دكتور حاضر هجاوب حضرتك هنا الست فيئة بتتكلمنا عن متلازمة واحدة زيادة في الوزن مع السكر مع الام عضلية هي طبعا بتسميها الكلة يعني كتير او من الناس يقولك ظهر بيوجعني فيفتكر ان ده الكلة الكلة بتقلم في حالات معينة يعني عشان يحصل لي قلم من وراء وبيسمع له قدام لازم يكون عندي حصوات كلوية والحصوات دي بتنزل في الحالب وبتسبب ما يطلق عليه المغس الكلوي المغس الكلوي ده مغس شديد بيبقى ماسك البناء ده من وراء لقدام وساعات يسمع فيه اعلى الفخد من فوق وده ما بيخفش غير لما الحصوة دي ينتعدي والمريض ياخد موسعات للحالب او نحنا نفتت له الحصوة او ندخل له دعامة او اسطرة من خلال المزر ويشيروله الحصوة اما الالم اللي فيه الظهر من وراء المستمر دوا ده ما بيبقى غالبا ناتج عن الام عضلية نتيجة وزن الجسم يعني الست فيئة عندها وزن زيادة فهذا الوزن الزيادة بيبقى محمل على عضلات الظهر الظهر ده بتاع البناء ده ممسوك بعضلتين كبار جدا تمام نتيجة الوقفة الغلط نتيجة الاعداء الغلط نتيجة الوزن الزيادة نتيجة السكر برضو ما ننساش لان السكر بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفية الاعصاب يقيم اعصاب مخية نزلة مباشرة من المخ او اعصاب طلعة من النخاع الشوكي ودي بتتفرع في كل حتة في الجسم فبيسموها الاعصاب الطرفية دي بتلتهب في مريض السكر فبتسبب له الم في اي حتة في جسمه فممكن الالم اللي عندك ده استفايزة فايقة ما يبقاش الم من الكلا ولا حاجة ممكن يكون الم ناتج عن زيادة الوزن ممكن يكون الم ناتج عن تقلص في عضلات الظهر ممكن يكون الم ناتج عن التهاب الاعصاب الطرفية اللي بتغزي العضلات بتاعة الظهر عملت رانين مع نتيسي قالوا لا عظمة متكلة ولا فقرة متكلة هو غالبا دي بتبقى خشونة في الفقرات نتيجة قلة الحركة والرياضة المهم ان ما يكونش فيه عصب مضغوط يعني انا بهذه المناسبة عايز اقول ان ما فيش يعني مرض اسمه انا عندي خشونة يعني الخشونة في الفقرات معناها ايه احنا ربنا خلق لنا العظم لانه خشن وقوي بيبقى بين العظمة والتانية حتة طرية كده عارفين الارقوشة اللي بتبقى في الفرخة تمام الارقوشة دي اسمها الغضروف الغضروف ده وسادة طرية بين العظم عشان يمنع احتكاك العظم ببعضه نتيجة قلة الرياضة او زيادة الوزن او الجفاف وعدم قلة شرب قلة شرب المياه وان انا ما بعملش تاليين مستمر العضلات الظهري ولا الغضريفي تمام او التقدم في السن بتبدأ هذه الغضريف تبقى جافة تبقى ناشفة تبقى الارقوشة دي جمدة اوي شبيها بالعظم وبالتالي العظم بيحتكب بعضه فبيسبب ايه قلم ايه خطورة هذه الخشونة اولا الخشونة مشكلتها ان الغضروف الخشن بيسمح للعظم بي الاحتكاك ببعض وبالتالي بيسبب قلم نمرة اتنين ساعات يبز من الغضروف ده لانه بقى خشن حتت جانبية طغط على العصب اللي طالع ما بين الفقرات يبقى المهم ان في الراني الماناطيسي ما يكونش عندنا ضغط على العصب او ما يطلق عليه انزلاق وضروف يبقى الستة فائقة علشان تتخلص من الالام او الالم الموجود في دارها تخس تزبط السكر بتاعها بصورة افضل ممكن تاخد بعض العقاقير الحديثة لعلاج التهابات الاعصاب المرتبطة بمرض السكر تحرص على انها تشرب مياه كتير جدا حكاية بقى اليوريك اسد والنقرص وانه بيسبب الام في الجسم ده الحقيقة معلومة مغلوطة شوية يعني كتير او من الناس يجي يقول لي عندي واجع في عضلاتي في ايدي او في رجلي او في ظهري والدكتور قال لك عندك املاح اليوريك اسد عالية اليوريك اسد الحقيقة اما بيترسب كريستالات بتاعته لما تكون مرتفعة بتترسب في مفاصل بعينها يعني مفصل القدم الكبرى المفصل الكبير اللي هو الصباح الكبير في الرجل او تترسب عند المفاصل الكبرى زي الركبة او احيانا فيه المفصل بتاع الكوع تمام وهنا الكريستالات بتاعت حمض البوليك او اليوريك اسد لما بتترسب بتعمل التهاب يعني بتبص تلاقي المريض المفصل التهاب احمر ورم بقى مؤلم جدا خلاص لكن اي قلم في الجسم ده ممكن يكون ناتج عن قلم عروما تزمية عادية اشتركوا في القناة